اهلا بكم اعزائي المتابعين وحلقة جديدة من برنامج جريمة حب على موقع الحادثة وانا هكون معاكم امير ايهان الحقيقة الحلقة اللي معانا النهاردة وهي مش تحت اسم جريمة حب بمعنى الكلمة ولكن خلونا نقول عليها هي نتيجة حب خلونا نبدأ حكاياتنا بالشخصية اللي معانا النهاردة شاب بسيط من قرية بسيطة جدا والكل بيحلف باخلاقه من صغره وهو بيصرف على اهله زي ما بيتقال كده واد راجل من صغره الشاب اللي معانا بعد ما وصل ل37 سنة وبعد ما كان رافض الجواز النهائي واهله اول ما يقوله يا جواز يعترض انتو عارفين بقى معظم الجوازات في الكرة بتبقى سهلة لانها صلونات وكل شوية يام نشوف دي بنت الحج مين ودي بنت الحج مين ودي بنت العمدة مين وهكذا ولكن هو كان بيرفض الفكرة اساسا وكل همه انه يجوز اخواته البنات ويساعد ابوه يصرف على اهله وبس لحد لما زي ما بيتقال الاستاذ وقع على وشه اعجب بمنوتة في الكارية وكأنها عملت له سحر واتحول بشكل كبير جدا وبدأ يعمل حاجات عكس طبيعته بدأ يطن الشغله مثلا ويمشي وراها من بعيد عشان بس يشوفها من غير ما تاخد بالها وبدأ يسرح فيها بطريقة نقدر نقول عليها الحب ولع في الدرة يا ساعدائي بالظبط هي المهم جات له الجراءة واستنى توقف لوحدها وراح قال لها بصي انا بحبك بجد وعايز اتجوزك ولكن الرد هو اللي كان صادم قالت له على فكرة انا كمان خدت بالي من اللي انت بتعمله بقى لك شغور وانا موافقة وهنا هب بدأت قصة الحب الرائع في اعماق الريف والاراضي الزراعية وانا بحكي القصة متخيل صوت العصفير في الاراضي كده وعارفيني الزعزاء اللطيفة دي المهم قعدوا بقى يتكلموا كتير ويتعرفوا كتير لحد لما خلاص قرروا ان هم يقولوا الاهلهم وفعلا راحوا اتقدم والصدمة كانت تانى الاهل رفضوه رفض تانى بسبب ان المستوى المادي مش هوهو يعني وانه هيسكن في بيت العائلة بتاعها هي العروسة موافقة طبعا ولكن اهلها هم اللي كانوا رفضين بشكل كبير جدا ساعتها الشاب اللي مع انا روح وهو كل فقدان امل وحيرة ومش عارف يعمل ايه لحد لما تقابله تانى هي وهو وقالت له انا عايزاك وبحبك قال لها انهض سلام وبدأ يضعف عدد ساعات الشغل ويشوف شغل تانى وكان فكر انه يبيها القراطين اللي حالته وكان تقريبا متوسط نومه في الشهر ونص ده تقريبا اربع ساعات في اليوم ده لو لقاه وكل ده كان بالنسبة له على قلبه زي العسل علشان خطرها وعشان يصد احتياجات عالتها اظن دي تعتبر قصة حب حقيقية بجد ومعراجة فعلا المهم انه فعلا راح لأهلها تانى ولكن اهلها ما توقعوش انه ممكن يرجع تانى ومن غير حتى ما يسمعوه رفضوه للمرة تانى ولكن هو فضل يحاول لحد ما وصلت بيهم خلافات كبيرة جدا جدا ووصلت بالتهديدات كمان من اهلها والعروسة مش عارفة تعمل ايه وصاد اهلها هل تختار قلبها ولا عالتها وهو كان بيفكر اكمل ولا حافظ عليها معه لا عشان ما تخسرش حد منه وفعلا قاعدوا يفكروا كتير سوا جدا واختاروا انهم يبعدوا ولكن حالة الولد اتدهورت جدا وكان دايما تجيله افكار طب اخده وهرب طب اعمل اي حاجة بس بسبب اصله وتربيته كانت بتبقى مجرد افكار عابرة وبس واهله كانوا بيحاولوا يقفوا معاه جدا ويكونوا جنبه باي شكل وباي طريقة ولكن حالته نفسية كانت سيئة جدا بدرجة انها خلاص مبقاش في شغل ولا نور يعني تفكير وزعل وبس والبنت كمان كانت في نفس الحال واهلها عشان يخلصوا الليلة دي بقى جابوا لها عريس وخطبها فعلا ولكن صاحبنا ما كانش يعرف الكلام ده خالص لان تقريبا ما كانش بيخرج من بيته ودخل في حالة اكتئاب شديدة جدا وصعب ولا اكل ولا شرب ومهما حاوله مفيش وفي يوم خطبتها على العريس اللي مجبر عليه للأسف جالها خبر وفاته انه مات من حالة الحزن والاكتئاب الشديد وده اللي تقال بعد ما شرطة جت واشتبهت في وجود شبهة جنائية يعني يوم خطبتها كان يوم وفات حبتها هنا اظن مش محتاجة اقولكم مين السبب؟ اشتركوا في حلقة جديدة وبرنامج جريمة حب على موقع الحدثة وكنت معاكم امياليين اشتركوا في القناة